اهلا بحضراتك ورجعنا لكو تاني مكملين معاكو كلامها واني زي ما قلتلكو كده قبل ما نطلع الفاصل ان احنا ان شاء الله النهاردة هنكمل بقية موضوعنا كان الاسبوع اللي فات احنا تكلمنا الاسبوع اللي فات عن السكر واضراره وإيه اللي بيقدي ليه وعرفنا انه هو يقدر الله لما يعلى قوي او يحصل فيه مشاكل بيقدي الى البتر الا ان البتر مش بس بيجي من مرض السكر لوحده ممكن يكون عيب خلقي ممكن يكون من حدثة ممكن يكون له اسباب كتير جدا جدا دي كلها هنتعرف عليها معاكو مع الدكتور رانيا سعد اللي منورانا دكتورا واستشارية للاك الطبيعي الامراض المخ والاعصاب الاصل العيني رانيا السيد عبدالعلي اهلا بحضرتك نورتين يا دكتور دكتور رانيا انا عايزة اعرف ازاي مريض السكر بيوصل لمرحلة البتر بقى تمام احنا عندنا ست مراحل بيعدي بيهم المريض لحد ما يوصل للبتر المرحلة الاولى العين الاول بيحس بقلم المرحلة التانية بيبدأ المخ يتجاهل القلم من كتر ما هو زيدة فيحصل تنميل شكشكة حرقان كأنه ماشي على قطن كأنه ماشي على راملة سخونية في رجله الاعراض بقى بتختلف من عيان لعيان حرقان كل الحاجات دي ورد ان هي ايه حس بيها المريض السكر تالت مرحلة بقى دي من هنا يعني بنقول خلاص يعني للمريض دكتور نقوس الخطر انذار بقى لما يفقد الاحساس لان هنا من هنا بقى هيجي الخطر بتاع القدم السكري انه يتجرح وما يحسش الجلد بقى يبدأ يبقى ناشف فيبقى سهل انه يحصل فيه تشاوات ويحصل فيه قرح بسهولة المرحلة الرابعة بقى مرحلة اللي احنا نسميها مرحلة الجروح بدأ العيان قريدي خلاص دخل في قدم سكري وخلاص فعلا بقى عنده جروح في المرحلة دي بقى بيحصل ايه العيان بقى عنده جروح او فيه حاجة اسمها مفصل اللي هو يحصل تأكل في العضب يحصل حاجة اسمها شاركو تجوين الجرح اذا ملتقمش وتعالج يعني بالطرق بقى اللي احنا شرحناها في الحلقات اللي فاتت ايه اللي هيحصل احنا كده عندنا المشكلة زي ما كنا شرحنا في المايكرو سركيليشن هي الدورة الدموية الدقيقة طيب بعد كده بعد الموضوع هيزيد هياخد الشرايين الكبيرة الشرايين الكبيرة بقى دي لو تسدد خلاص مفيش طريق طريق واحد بس اللي ممكن يبقى فاضل انه بيعمل اسطرة ودعامة وحاجات زي كده يدخل في موان ويدخل في موان وغالبا السكر لما بيقواصر خلاص في الرجل في مرحلة دي الاسطرة والدعامات بترجع تتسد تاني وبنوصل للبتر اللي هو المرحلة السكرة برضو اه فاغلب الاحيان طب تنصحي بايه بقى في الحالة دي انه اول ما يفقد الاحساس يعمل الجلسات بقى اللي احنا بتاعت التهاب العصب الترفية وهنتكلم عنها في التأهيل لانه حتى الرجل اللي موجودة بيبقى فيها التهاب العصب الترفية اه حددك قلتي كده اه اه يعني ده احنا كمان عايزة زود معلومة في النقطة دي ان احنا معظم الحالات اللي شفناها بطرت بيقولونا كلمة غريبة جدا رجلي اللي بتبطرت دي كانت رجلي كويسة رجلي التانية اللي كنت بعالجها اللي كانت بدأت تتعب من كتر التحميل عليها فالرجلي دي خلاص جابت اخرها فلو سابت تانية اللي هي قريدي برضو فيها التهاب العصب الترفية زي ما شرحنا قبل كانت تهاب العصب الترفية سيمتريكا الديزيز بيدي عن ناحيتين فاذا سابت تانية ايه اللي هيحصل؟ ما هو التحميل عليها؟ هيحصلها نفس المهدومة؟ هنوصل لنفس المشكلة فلازم بقى العلاج ايه بالطريقة اللي احنا بنشرحها بالتفصيل بقى في التأهيل ان شاء الله بتاع المريض طب وبيفرق في الوزن يعني لو واحد وزنه تقيل مثلا عن واحد وزنه قليل اكيد انه بيفرق يعني التأهيل اكيد انه هو بياخد يعني التجهيز بيبقى مقتلف ده من ده وسن كمان اه طبعا كل الحاجات دي بتفرق بصي فكرة كمان اللي احنا عايزين نوصلها للمريض البترق انه فعلا مريض من اكتر المرضى اللي بتسعب عليكي انه هو يعني معظم الناس اللي بيشتغلوا في قصة الاطراف الصناعية مهماش ده كترة متخصصين فده بيخلي العيان فده بيخلي العيان ايه بيروح شركات ما بيعملولوش بقى نظام التأهيل اللي احنا بنتكلم عنه بيركبوا الطرف على طول من غير التأهيل بقى اللي احنا هنتكلم عنه ايه دكتور رانيا الاحتياطات اللي المريض المفروض ياخدها قبل ما يبتدي يركب الطرف الصناعي ايه الاحتياطات اللي لازم يكونوا خد بالو منها بصي بقى الاحتياطات اللي احنا بناخد بالنا منها والعيان ده بيركب هو طبعا بصي الحاجات دي بقى هي الحاجات اللي تفرق في اتخاذ المقاس الحاجات اللي تفرق انه هو خد المقاس في مكان متخصص ولا في مكان مش متخصص اول حاجة بنخليه بالنا منه ونحن بنخده مقاسه سواء كان بطر تحت الرجبة كان بطر فوق الرجبة كان بطر تحت الكوة كان بطر فوق الكوة بنعمل حسابنا بقى في حاجة لو حد مش دكتور دوي انه هو يعرفها حاجة اسمها الاناتوميكا الكونسدريشن يعني الاناتوميكا الكونسدريشن التشريح بتاع العين وانا باخد المقس في عندي وطر هخلي بالي ان هنا في مكان وطر في هنا مفصل ما هعدي عليه بالجهاز هخلي بالي ان انا بعمل بعمل بشكل معين على مكان المفصل بحيث ان انا بمالعين يجي يركب الجهاز ابقى عامل حسبي ان هنا في مكان مفصل موجود صح ما يبقاش الضغط عليه بالضبط كده بنعمل حسابنا لو فيه روبوت زي ايه زي مسلا عين فوق الرجبة فيه هنا الروبوت بتاع الانجواينا في منطقة الحوت ده برضو بنخلي بالي ان احنا بنبقاش ضغطين عليه قوي كل الحاجات دي بنخلي بالنا منها الحاجة التانية غير الاناتوبية بنخلي بالنا ان احنا بنعمل حاجة اسمها يعني يعني في الاول كنا بنعمل تحميل على تندن دلوقتي في الدراسة الحديثة قالك لا بلاش تحملي على وطر واحد لا احنا بنحمل على البقية اللمب اللي موجود البقية الجزء اللي فاضل من البتر بنحمل عليه كله بدل ما ترمي الحملة على حدتة واحدة لا بترمي بتوزعي بقى الحملة على بقية الطرف اللي موجود بعد البتر تمام بنخلي بالنا من حاجة اسمها البراشر بوينت ما تغطش على عدمة مثلا انا باخد المقس اخلي العدمة ديله مساحة ان هو يتحرك ما بقاش دايسة على عدمة يعني لو انا فضلك دايسالي كنتي على العدمة بسبوعي مش بجهاز هتبقى مؤلمة طبعا هتبقى مؤلمة طول الوقت هو لطرف الصناعية ده بيتركب ويتشيل ولا بيقى سابت على طول اه لا بيتركب ويتشيل اه وبيتعمله سيانة كل فترة اه طبعا ولا هو انا بيركب وخلاص كده لا لا لازم سيانة وتعهيل قائس اه اه طيب وحاجة تانية انت حارك لفت نظري الجملة انت كررتها مرتين تلاتة المريض لازم يروح لمكان متخصص وفي اماكن للاطراف الصناعية مش متخصصة هو الطبيعي اصلا عشان كده احنا يعني عايزين نفهم المرضى بص يعني اتكلمت في المشكلة دي ليه اه ان احنا اصلا بيجالنا عينين يعيني عاملين الجهاز وحطينه فوق الدولاب بقى لهم سنتين مش عارفين يستخدموه اه منهم اكبر المشاكل مثلا انهم اسس سوكت يعني احنا كل الناس اللي بيجوا مركبين جهاز اول حاجة بنعملها مبدئين لازم نغير لهم سوكت ولا حد ما غير لهمش سوكت اللي هو عشان ناخد في يعني انتو كونسدريشن في الاعتبار الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها حتى نوع سوكت على فكرة بيفرق يعني مثلا لو حد سنه كبير عامل بطر وبتدخل الحمام ممكن اعمل لها حاجة اسمها بوليستر اللي هو ايه ثاره يبقى حاجة خفيفة ثاره يبقى قوليل بس ايه بس انت بقى ما تتحركش كتير لكن لو حد يعني شاب وبيتحرك وكده بنفضل معاه ياما بنعمل لامنيشن لانو ليليون براك واخد نفس رون الجلد تقريبا وفي نفس الوقت ما بيعملش ريحة دبع انت بتتكلمي دلوقتي على اختيار نوع الجهاز نوع سوكت نوع سوكت جيفي الكنسدريشن كل ده وحنا لسه بناخد المقاس باخد قراري انا هعمل انهي سوكت فيه الكاربون بيبقى نفس القصة بس فيه ميزة زيادة انه هو وزنه خفيف بيدي مجال حركة معانا اوسع باخد بالك ايه 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 ده الجهاز مش ايه ده جهاز معقولة اه اه ما شاء الله برضو ده اللي فرق مع التدريب العدلة كانت عنده ضعيفة جدا بسي وصل انه هو عارف يكتب الكتابة طبعا اصعب حاجة في التأهيل اه طبعا لانه هي الفاين موفمينت دايما بتبقى اصعب حاجة العيان يعرف يجبها بسي بيكتب بالجهاز دي برضو ايه بياخد وقت يا دكتور رانيا عشان يتأهل للمرحلة دي اه طبعا طبعا حضرتك اللي بتدربيه على الحكاية دي اه طبعا طبعا بسي هنتكلم بقى عن مراحل تأهيل المريض بتاع البتر اه من فضلك بسي احنا عندنا جزئين عندنا جزء يخص الرجل المفتورة جزء يخص الرجل اللي موجودة التعبانة اللي محصلش فيها بطر احنا تفعنا ان هي فيها لتها بقى عصاب طرفية طبعا جزء يخص الاتزان 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 شلتي عضو من الجسم على فترة سواء ايد او رجل بيأثر على الاتزان ما كنت لست اسألك السؤال ده يعني لو رجل ممكن اتزان طب اليد تأثر في ايه في الاتزان عشان بتعمليه سوانج بيها اليد من حاجات بتديك اتزان معروفة في الجهاز عشان الناس بتطهش مننا حيث قلنا بنأهل الجزء الرجل المبطورة والرجل السليمة مش السليمة هي تعبانة وفيها لتها بقى عصاب طرفية الاتزان قلنا سواء بطر ايد او رجل رابع نقطة مهمة بقى في القصة دي الساعات في العيان بيبقى عنده في مشاكل مصاحبة زي خشونا في الرجبة اللي موجودة او الرجبة اللي ناحية البد زي وجود حاجة اسمها فروزن شلدر اللي هو الكتف المتجمل كلمت عنه المرى الفات او فييجي العيان يمسك بالمشاية ايديها تمان مدايقاها او ايده مدايقاها الكتف ده حاجة مهمة جدا برضو فكل الحاجات دي احنا بقى بنقوم تأهيل لها اول حاجة هنتكلم عن جزء جزء الرجل المبطورة زي ما قلنا بنعمل فيها حاجة اسمها بنعملها في الرجلتين على فكرة عشان الرجل اللي موجودة برضو بيبقى فيها لتها بقى عصاب طرفية ده بيقدي لضعف الاوردة فبنعمل حاجة اسمها بالضغط ده بنعمل به ايه بقى بنزود كفاءة عمل الاوردة ايه بالتالي بيقلل السوايل اللي موجودة في الرجل فبالتالي العيان ما بيبقاش عنده طورم طب الطورم ده هيفدني قوي قوي مش بس في الرجل اللي موجودة هيفدني في الرجل المبطورة عشان نحن بناخد مقاس السوكت ما تبقاش رجل ورمى وبعدين ترجع التخص تاني لما تفش تاني بالضبط كده بعد ما استخدم الجهاز صحيح فيبقى احنا ما عملاش حاجة يبقى شوية اسبوع واحد هتلاقي عايز يغير السوكت تاني مضبوط خلاص في تأهيل الجزء المبطور ده من ضمن الحاجات برضو اللي بنعلمها للعيان بنعلمه بنعلم العيان ازاي غير ان احنا عملنا علاج بالضغط بنعلم العيان ازاي يربط روباط ضغط بشكل معين بحيث انه رجله نوصل لاحسن مقاس يعني توصل رجل احسن حاجة بنقدر ناخد عليه المقاس جاء الروباط فين يعني في الجزء بقى اللي باقي من اه في اللي باقي من الرجل من الرجل او من اليد نعلمه ازاي يربطه يبقى احنا خلصنا مشكلة التورم هيجي عندنا مشكلة الجرح ان الجرح مفتوح او قفل بس ما قفلش ماء في ماء بالرغم هو ان انت هتركبينه من غير بعيد عن مكان الجرح والسلك اه الجرح كمان احنا بنساد بنعمل وسائل تساعد على التقام الجرح ده زي العلاج الدوء والعلاج الكهرومغناطيسي اه الناحية التانية بقى بنعمل فيها يعني اه هنا بقى في مشكلة تانية برضو شفناها مع بعض المرضى جي بتبقى عندهم مشكلة انهم ما يعرفوا يلبسوا اي الجهاز في ناس بيبقى العصب بعد ما تقطع بيبقى حساس اوي اه فبنتطر برضو بنعملهم جهاز معين الجهاز ده جهاز ألماني بيعمل ايه بيغلق نهايات بيغلق مستقبلات الاحساس الموصلة للألم الاطراف اه على المكان اللي فيه نهايات البتر خلاص تمام وبيعيد تنظيم العمل بين الخلايا وبيعمل للعضلات اللي حوالين المنطقة اللي فيها تقلوس عشان نتجنب اي قلم موجود وليه سيدة في الفاكت اللي هو تأثير مسكن خلاص دي الرجل المفتورة الرجل السليمة بقى التاني احنا اتفعنا ان هي فيها التهاب اعصاب طرفية ان التهاب الاعصاب الطرفية ما بيجيش على ناحية واحدة لازم هيكون موجودة على الناحية تين بنستخدم اكتر من جهاز بنشتغل على الشرايين الدقيقة بتاعته بجهاز امريكي بنشتغل على الاوردة بجهاز بيعرج عن طريق ان احنا زي ما قلنا بنزود كفاءة مرور الدم داخل الاوردة بنشتغل بجهاز بيقوي عضلات الرجل علشان موظم الناس اللي دخلت في بطرب ودخلوا في مرحلة الموتور ويكنس مش مشكلة بس في الاحساس لعضلاتهم كمان بتبقى ضعيفة تمام فبنشتغل على تقوية العضلات بتاعت الرجل تمام بنشتغل على وديقة من اهم الحاجات اللي احنا بنعملها بنشتغل على التقام العصب لانه العصب هو المشكلة الاساسية اسمه التهاب عصب في الاخر فبنشتغل على التقام العصب عن طريق بقى مش بس ان احنا ودينا له دم دم مش كفاية العصب خلاص حصل فيه تآكل فبنشتغل بحاجة اسمها الاكتروماجنتيك سيربي علاج بالمجال الكهرومغناطيسي ايه وبنشتغل بحاجة اسمها الفوتو سيربي او العلاج الضوئي طيب ونعرف حاجة اخيرة بقى انه الكلام ده كله بيتم بعد العملية قلتولي باسبوع فاتت انه دكتور رانيا نورتينا الف شكرا لحضرتك يا رب تكونوا استفدتم من فقراتنا دي وربنا يشف كل مريض يا رب وبرجع اقولكو تاني كل حد زي ما دكتور احمد دكتور رانيا بيقوله خلينا في الدكتور اللي فعلا يشخص صح علشان ما نتقولش في مشاكل تانية ربنا يا رب يشفيكو ويعافيكو هستأذنكو بقى نروح لفاصل وبعد الفاصل معنا المطبخ والشيف دينا اللي عاملنا احلى اكل تفضل